دلوقتي هنتعرف مع حضراتكم على خدمة من خدمتنا اليومية وهي عن حالة المرور في الشوارع والميدين المختلفة عشان كده نروح لإستعراض الحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا أكسرا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مع الزميلة العزيزة ريهام فاكتور مرسلة أكسرا نيوز صباح الخير عليك يا ريهام إزاي هي الأخبار عندك النهاردة بصبح عليك يا باسم وطبعا بصبح على صارة داخل الستوديو وكل مشاهدين شاشة أكسرا نيوز وبرنامج هذا السباح في كل مكان بنتابع معاكم الحالة المرورية الخاصة من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بنتابع معاكم أهم وأبرز الطرق والكباري المختلفة داخل نطاق القاهرة لمتابعة حالة السير المختلفة خيرين دلوقتي نبدأ معاكم بداية من طريق القطمية طريق القطمية كما هو موضح أمامنا على الشاشة هناك سيولة مرورية واضحة جدا على الشاشة سواء كل الاتجاهين سواء الخارج من العاصمة والداخل منها عن طريق القطمية عن طريق العين السخنة كما هو موضح معنا على الشاشة لكن اتجاهنا لاتجاه الآخر وهو محور الضبعة وبالتحديد أعلى الكوس الغربي اتجاه كبري تحية مصر أو المتجه إلى كبري السحراوي أو اتجاه محور الضبعة أيضا سنلاحظ سيولة مرية واضحة على كلا الاتجاهات أما عن الطريق الدائري وهو الشزلي بالتحديد هنلاحظ أيضا سيولة مرية واضحة وتم جدا لكلا الاتجاهات اتجاه كوبري القادم قصدي من التجمع عفوا اتجاه السلام والزراعي وأيضا متجه نحو التجمع والمعادي أما عن منزل الصحراوية وهو بالتحديد المحور الصحراوي اتجاه كوبري اكتوبر بالاتجاه من ميدان لبنان اتجاه السحراوي وكوبري الشيخ زيد أيضا سنلاحظ هذه السيولة المرورية الواضحة دعونا أيضا أن ننتقل معكم على الطريق اسكندرية السحراوي سنلاحظ أيضا سيولة مرورية تامة على كلا الاتجاهين المتقاطع من الدائري القادم والمتجه إلى اسكندرية والمتجه والقادم من السلام أيضا هناك سيولة مرورية واضحة وصريحة أمامنا على الشاشات ننتقل معكم إلى منزل المريوتية وهذا المنزل بالتحديد اعتدنا منه على السيولة المرورية الواضحة القادم من الرمية اتجاه المنيب والبحر الأعظم والمعادي والتجمع أيضا كلا الاتجاهات هناك سيولة مرورية واضحة خلال الساعات الأولى من الصباح البكر أما عن داندي مول اسكندرية الصحراوي المتجه من المنطقة التجارية أبو رواش أو اسكندرية والقرية الزكية أو حتى العودة منهم فهناك أيضا سيولة مرورية واضحة كلا الاتجاهات أما لو قمنا بالختام معكم بطريق السويس المتجه نحو مدينتي أو حتى الرحاب بالاتجاه الآخر الداخل إلى القاهرة سنلاحظ سيولة مرورية واضحة هكذا مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم أهم الطرق والمحاور من داخل جرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بنعود إليكم وراء تانية من جديد في الاستوديو سارة باسا كل الشكر لكي الزميلة العزيزة ريهام فيكتر على هذه الجولة شكرا